حذر نواب في البرلمان التونسي من خطورة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وانعكساتها على التوازنات المالية وأرسلت لجنة المالية بالبرلمان رسالة إلى الرئيس قصعي التنبه فيها بخطورة الوضع وأيضا لضرورة اعتبار الأزمة المالية مسألة أمن قومي قضية أمن قومي هكذا اعتبر رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي هيكل المكي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس ففي رسالة أرسلها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد حذر المكي من انعكسات مالية خطيرة في خطوة اعتبرها مراقبون النداء الأخير للانتباه إلى كارثة اقتصادية ومالية قد تحل بالبلاد هناك تشابه بين ما يحصل في لبنان ويحصل في تونس يمكن أن يكون ما يحصل في تونس أخطر ما يحصل في لبنان لذلك أنا توجهت بصفة رئيس الجمهورية بالبرلمان برسالة إلى سيد الرئيس أدعوه فيها للحرص على انعقاد مجلس الأمن القومي لينظر في المسألة الاقتصادية ورجحت تقارير البنك الدولي بالنسبة لتونس تراجعا واضحا للاقتصاد التونسي بارتفاع نسبة الدين العام إلى 86.6 من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020 مع انكماش اقتصادي بلغ الواحد والعشرين في المائة بداية 2021 وبموازات ذلك تدخل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس في أعلى مستويات السلطة أسبوعها السابع فالعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان شبه منعدمة ما يزيد من تعطيل المصالح الاقتصادية بحسب خبراء الأزمة السياسية في تونس اليوم تلقي بذلالها على الواقع الاقتصادي كل المجالات الحياة شبه معطلة اليوم لا يمكن حتى الحديث عن حكومة تصريف أعمال هناك ثلث من الفريق الحكومي معطل وزراء بالنيابة هم محشرون في الزاوية لا نعلم كيف يتفاعلون أو يتعاملون مع مديريهم ومع أعضادهم داخل وزارتهم وزاد تفشي فيروس كورونا وإجراءات الوقاية منه من خطورة الوضع حيث قفزت نسبة البطالة في تونس من 15% إلى 18% ما زاد من انتشار الحركات الاحتجاجية في كافة جهات البلاد وبتخفيض الترقيم السيادي لتونس وغياب بوادر حوار وطني تدخل البلاد منعرجا خطيرا ويسيطر القلق على شارع تونسي من إمكانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد وتأثيرها على الأوضاع المعيشية للناس سيف الدين العامري سكاي نيوز عربية تونس وينضم إلينا من تونس رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري أستاذ نجم الدين مرحبا بكم معنا بداية أي صدى لهذه الرسالة لأرسالها وجه رئيس لجنة المالية في البرلمان إلى الرئاسة ولماذا إلى الرئاسة بالأساس؟ هذه الرسالة كان لها صدى كبيرا لدى الرأي العام التونسي وأيضا لدى التابقة السياسية باعتبار أن الأمر أصبح خطير وهذه ثامن مرة تقوم بها وكالة الاعتمام مديز بتخفيذ من الترقيم السيادي لتونس وهي تتجه إلى مع أفاق سلبية وهي تتجه إلى الوصول إلى درجة سي وهي الدرجة الخطيرة التي تجعل البلاد غير قادرة على تعبئة الأموال من الخارج سواء من صندوق المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأيضا حتى من السوق المالية الدولية بصفة عامة وهي تكون غير قادرة حتى على التوريد لاحتياجاتها الخصوصية من الفيترول ومن الغاز ومن السكر ومن عديد المواد الحياتية التي يعيش عليها التونسيون في يومهم لهذه الأسباب فإن الجميع بدأ متخوفا وأرأوا أن رئيس البلاد يمكن أن يكون دافعا لمحاولة حالة الوضع ولكن أستاذ نجددين بعض يرى حتى الرئاسة جزء من هذه المشكلة من خلال انسداد السياسي الأزمة السياسية التي تمر بها تونس حاليا برأيك إلى أي مدى يشكل انعكاس للوضع الاقتصادي أما أن الوضع الاقتصادي مجرد توظيف من قبل أطراف للتهجم أو ربما استهداف أو دفع الرئيس لتغيير موقفه من المشيشي وحكومته هذا بالضبط رغم أن وكالة موديز للأتمان في تصنيف الأسباب أو المؤشرات التي دفعتها إلى التخفيض في التصنيف لتونس كانت ستة من ثمانية أسباب هي أسباب سياسيتهم عدم الاستقرار السياسي والاضطراب في الحكومة والحوكم الغائبة وعديد الأشياء صحيح أن رئيس الجمهورية هو أحد الأطراف الثلاثة المسؤولة عن سياسة الدولة لكن هناك خيارات اقتصادية تقوم بها الحكومة بصفة أساسية وهي من مشمولاتها لكن رئيس الجمهورية بإمكانه وهذا ما طلب منه دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد وتخصيصه بالكامل إلى مسألة الوضع الاقتصادي الكارثي كثير من الخبراء يقولون أن دخلنا طريقة سريعة نحو الإفلاس ولكن أستاذ نجم الدين ربما بالموازن مع المظاهرات والمسيرات لنظمتها النهضة كان هناك التصريح للرئيس التونسي قل فيه أو كذب أن تونس على شفى الإفلاس سواء سياسيا أو اقتصاديا وأن هذا الموضوع يتم الترويج له كيف ننتظر من الرئيس أن يتحرك في هذا السياق من أجل إيجاد حلول حقيقية للوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس وهو إن صح القول في حالة إنكار لهذا الواقع هو رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة التقى رئيس اللجنة المالية في البرلمان وأيضا التقى رئيس البنك المركزي محافظ البنك المركزي وتحدث عن الوضع الاقتصادي وحاول مع الرجلين إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الشائكة جدا التي وصلتها تونس وهناك نية لدعوة المجلس الأمن القومي الذي يحضره رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وعديد الخبراء الذي يريد رئيس الجمهورية استدعاهم للاستعناس برأيهم في هذا الموضوع ويبدو أن الجميع يعرف أن الآن هناك سرعة في الإنقاذ وللوصول إلى حل باعتبار أن السفينة إذا غارقت ستغرق بالجميع وسيكون الكل مسؤول بما في ذلك الرئاسات الثلاثة وأيضا الأحزاب السياتية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة وسيكون النكاس خطير جدا لأنه لم يبقى أي حل إلا الحديث مع البنك الدولي وخاصة مع صندوق النقد الدولي وقبول الإملاءات التي يريدونها لتونس وما سيمس من القرار السيادي الوطني لتونس سواء الاقتصادي أو السياسي وهذا هو الخطير لمستقبل تونس وللأجيال القادمة وهذا ما يخشاه الجميع هنا سواء في الطبقة السياسية وحتى لدى الرأي العام الذي بدأ متوجسا وخائفا على مصير البلاد في هذه العشرية الأخيرة ليس لديها أي تصور أو طريقة للتعامل مع المنح الدوليين ولا صندوق النقد الدولي لا تطرح أي خريطة إلى غاية الآن لا تستطيع التوافق هناك خلافات أبعد من أن تكون سياسية أو حتى اقتصادية هناك خلافات أيديولوجية والطبقة السياسية منشغلة بالصراع فيما بينها بعيدا عن الواقع القاتم اقتصاديا وكذلك اجتماعيا نعم هذا التشخيص صحيح جدا وعديد الخبراء أشاروا إلى ذلك بما في ذلك السلط المانحة الدولية الجميع يقولوا أن الوضع السياسي والمناخ السياسي بصفة عامة هو معطل للخلق التنمي وليس هناك تصورات بل حتى أن التشخيصات التي تم القيام بها خلال العشر سنوات الماضية كانت خاطئة وطريقة الحوار مع الصندوق المانحة الدولية كانت خاطئة ولم يكن هناك قدرة على استنباط أو وضع حلول للخروج من هذه الأزمة الآن الجميع في الحائط ولا يمكن لهم إلا المحاولة الإنقاذ في اللحظة الأخيرة اليوم هناك توجه أو هناك نية للذهاب معا لمحاولة البحث عن حل جديد قد يكون مع الصندوق النقد الدولي بشكل عام باعتباره هو الذي كان شكرا لكم شكرا نعذرني على المقاطعة ولكن انتهى وقتنا من تونس رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاية